دشناك كلا من الدكتور محمد الجمحية المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بحضر موت الساحل والدكتور أحمد العسكري مدير مركز الغسيلة الكلوي وأحمد باحشوان مدير مكتب مؤسسة تنميات صحية استلام شحنة كميات من المحاليل ومستلزمات الإصفاء الدموي لمرضى الكلاب المكلة وخلال التدشين أشار الجمحي إلى همية محاليل الاستصفاء الدموي متمنا جهود مؤسسة التنمية الصحية لتدخلاتها في القطاع الصحي في حضر موت شاكرا كل من أسهم في تسهيل وصول هذه الشحنة للمكلة التي ستسهم في تخفيف معاناة المرضى ومن جانبه أعرب العسكري عن شكره وتقديره للوزير بحبع وكذلك محافظ حضر موت مبقوط من ماضي لجهودهم المبدولة في تسهيل إجراءات الدعم المقدم لمركز الكلة ترجمة نانسي قنقر